سبح لحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل العالم كله دلوقتي تقريبا وصلنا لحوالي 7 مليار نسمة 7 مليار نسمة بيتنفسوا على الموارد اللي بقت قليلة جدا في الارض بسبب حاجات كتيرة جدا عايم الكتير منها تغير المناخ مثلا خلونا نتكلم عن مصر بقى بالذات في خلال الاربع شهور اللي فاتوا بالظبط احنا زدنا نص مليون نسمة حضرتك وحضرتي وكل الناس جزء من العالم ده وزدنا تاني وبقينا 103.5 مليون نسمة جو مصر ده وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصى ده مؤشر في الحقيقة خطر جدا انه لو فضلنا بالمعدلات الزيادة دي بالتأكيد هيأثر على معدلات التنمية اللي بتحصل في البلد بالتالي يجب يكون عندنا وعي بأهمية معالجة القضية المهمة جدا دي لانه التوقعات الرسمية بتقول انه لو كملنا بالشكل ده هنوصل حوالي 20-30 لمية وعشرين مليون نسمة مية وعشرين مليون نسمة عايشين في جمهورية مصر العربية بس خلونا نعرف تفاصيل أكتر خاصة بعدد السكان من أستاذ عبد الحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصى اللي منوارنا النهاردة في الستوديو صباح الخير على حضرتك صباح الخير على حضرتك وعلى كل أستاذ المشاهدين أهلا بك يا فندم ومتشكرنا على الدعوة الكريمة منوارنا يا فندم احنا بنتكلم على 120 مليون يعني بنتكلم سوريا على 120 يوم زدنا في 500 ألف نسمة 500 ألف نسمة جديدة تعليم عايزين تعليم عايزين صحة عايزين حاجات كثيرة جدا وعايزين أكيد أن احنا في مرحلة جديدة في التنمية ده بيأثر ازاي علينا يعني ازاي ده هيأثر بقى على المواطنين الموجودين في الجمهورية بأنها كمان بنصع الجمهورية جديدة طيب بداية أحب أقول كده طبعا المشكلة السكانية وأثارها طبعا على المجتمع المصري بزيد في ظل يعني عدم اتصاق النمو الاقتصادي مع النمو السكاني وده اللي بيعمل الفجوة أو الفرق احنا طبعا لازم يكون النمو الاقتصادي طبعا أربع أو خمس أضعاف النمو السكاني احنا شوفنا طبعا في فترات معينة بدأ يكون فيه زيادة يعني مضطربة فيه السكان فيه الموليد طبعا هي طبعا الحمد لله بدأت تتحسن لكن كانت فيه طبعا زيادة كبيرة حصلت فبالتالي الجهاز كان بيعمل على زي جرز انذار كده كل فترة يحاول يقول احنا زيدنا مليون احنا زيدنا نصف مليون عشان من خلال يعني المعلومات دي كلها اللي بيقوم بها الجهاز في هذا السياق يبقى فيه اهتمام من أجلس الدولة وفيه رؤية لهذا الأمر حضروا يعرفين المشكلة طبعا يعني السكان بصفة عامة هم مش عشين لكن لما السكان يأتوا في وضع لا تتناسب فيه الموارد مع أو تتناسب فيه النمو الاقتصادي مع هذا الأمر هو ده اللي بيكون مشكلة وبالتالي الزيادة السكنية الحالية بتؤثر على التنمية الاقتصادية بتؤثر على الأجيال القادمة لأنها بتستنزف كمان من صروات الجيل القادم ده حقيقي بالكامل فعشان كده لازم يكون في يعني الموارد الجديد ده لازم يبقى متوفر له حاجات كتيرة تعاليم لي وصحة لي ووظيفة لي لما يتخرج فيعني هم احنا مش بنخلف كده وخلاص في حاجات كتيرة تمام طبعا فالزيادة بتأثر على البنية التحتية بتأثر على كل شيء طبعا على كل يعني الأوجه اللي مفقل في الدولة على التعليم على الصحة على البنية التحتية على كل يعني كل الدولة كلها بتتأثر بهذا الأمر لأن كل طفل بيجي زيادة بيبقى له طبعا يعني طلبات احتياجات في كل المجالات كلها الأمر التاني أن الدولة بتعمل على تحسين مستوى المعيشة يعني كل الهم بتاع الدولة أنها بتحاول ترفع مستوى المعيشة فكل ما بتشتغل في رفع مستوى المعيشة ويأتي زيادة في السكان أو زيادة في الموليد فبالتالي يتآكل هذا المجود الذي يتقوم به الدولة قدام زيادة السكانية وإحنا في هذا الأمر يمكن أن نشتغل على عدة محاور فيه الجهاز في هذا الأمر محور أن نعمل تتبع للبيانات كلها بالذات في المشكلة السكانية وده يكون من خلال أن نرصد الوضع ونعمل له تتبع الموليد والوفيات لأنه عندنا حاجة موليد ووفيات في حاجة اسمها زيادة طبيعية الفرق بين الموليد والوفيات لكن احنا كمان بنركز طبعا على خفض معدلات الموليد لأنه ده هو اللي بيوقع كأنه لما بخفض موليد بيأكل كمية بالنسبة للوفيات طبعا الدولة بتعمل جاهدة على أنها بتحس مستوى الصحة وبالتالي بنشوف في الفطرات كده يعني انخفاض حالات الوفاة وده طبعا مؤشر إيجابي جدا لكن هو ده بيكون عامل من عوامل زيادة زيادة طبيعية لأن الزيادة طبيعية بتجي من جزئين أن في موليد زيادة والوفيات يعني تبقى بسيطة في الجانب اللوفيات بيعتبر احنا عندنا ميزة احنا مثل الوفيات في الفطرات الأخيرة أصبحت تقريبا يعني معدل في الشهر حوالي 37 ألف مقابل قبل كده كان مثلا يعني 50 ألف و 70 ألف في هذا المؤشر فيه تحسن بس بيعمل لنا زيادة يعني المهم أن احنا نشتغل على خفض خفض معدلات الموليد طب احنا بنور الصدد يعني هل عندنا مثلا إحصايات أكيد المحافظات الأكثر إنجابا المحافظات الأكثر فيها عدد وفيات عندنا التفاصيل دي طبعا احنا بس بقول بس إن احنا رصدنا طبعا بال يعني يوم 22 ستة كنا وصلنا 103 مليون مية وثلاثة مليون وخمسمية وده كان الفترة من 22 2 إلى 22 الفترة دي كانت مية وعشرين يوم ودي فترة أقل من الفترة اللي هو نصف مليون اللي قابله اللي اتحقق يعني ترى من 13 إلى 22 13 21 إلى 22 22 2 فكل ما الفترة بتزيد كل ما بيدل على إن الدنيا أفضل يعني لو مثلا بجيبهم الـ 500 ألف مثلا في فترة طويلة أحسن ما جيبهم فترة سيارة حمد ذا كانت مليون ونص في السنة نعم مليون ونص نسمة زيادة في السنة لا مش في السنة إحنا في السنة بنجيب عندنا آخر الإحصائية 21 إحنا كان عندنا في السنة حوالي 2 مليون 150 2 مليون 150 ألف مولود في الجهة الثانية كان عندنا حوالي 650 ألف حالة وفاة ده الوفاة الطبيعية والفاة اللي بتتم طبعا الفرق بين دولة بيعتبروا زيادة طبيعية لكن كل كلامنا واهتمامنا وأن أجهزة دولة كلها تهتم بأنها تخفق يعني تعمل عملية على وعي الأسر يعني الأجهزة كلها تشتغل والدولة تتكاتب في هذا الأمر إحنا يهمنا أن نخفض أعداد أو معدل الموليد الموليد بحقيقة يعني بتيجي كلها يعني معظم معدلات الموليد الزيادة طبعا كل محافظات كلها فهم موليد لكن الزيادة كلها بتيجي من يمكن محافظات وجه إبلي بالذات يعني أسوط والمينيا أسوط والمينيا وإنة وصوهاج وبانوصويف يمكن دي المحافظات أعلى خمس محافظات في المعدلات يعني الإنجاب ومعدلات الموليد يعني طب يعني إحنا في خطة الدولة بقى هل فيه تركيز في استهداف هذه المحافظات الأكثر إنجابا في خطة تنظيم الأسرة طبعا حقيقي إحنا برضو يعني هو الجهاز مهمته هو بيرصد وبيحلل من خلال دراسات دراساته وبعدين كل المعلومات دي كلها احنا بنوصل لغات ما نوصل نقول إن حتى في المحافظة دي المركز الفلاني والقرى الفلانية هي فعل مشاكل وكمان بنحلل نقول له الله دي أسباب ارتفاع الموليد جاية مني مثلا جاية من مثلا يعني قلة التعليم أو انخفاض مستوى التعليم بيؤثر على ارتفاع الموليد إن المرأة لو ما بتعملش بيؤثر على ارتفاع الموليد إن الزواج المبكر بيؤثر على ارتفاع الموليد كل ما فترة الفترة فترة الإنجاب بتاعت السيدة طالت فكل ما فيه فرصة نجيب يعني يعني كانت المحافظة الأكثر إنجابا ايه في وسط دول في الأربعة المحافظة الأكثر إنجابا الأكثر إنجابا أسيوت أسيوت يعني أكثر محافظة أسيوت بعدها ألمينيا بعدها إنا بعدها صوهاج بعدها بنسوف ده بالترتيب يعني لكن لو شوفنا بقى أقل المحافظات أقل المحافظات في معدل الانجاب هنلاقي طبعا عندنا بروسعيد من المحافظات الكويسة محافظة الدوميات محافظة الدهلية في بعض المحافظات طبعا فيه محافظات شغلة في المعدل دولة يتعمل إيجاد عشان ترفع الوعي شوية لدى المحافظات دي إنه الإنجاب الكثير مش لازم أنه يبقى عندي ولد يعني دايما بنشوف ده لتبقى الحالة أنا عايزين ولاد كثير لو في بنات يبقى لازم الولد دي يجي فبتبقى دي الحالة عمتا فإزاي بنشوف رفع الوعي لدى هذه المحافظات شفنا بكده يمكن رفع الوعي من خلال التلفزيون والإعلانات والمسلسلات أي تاني يعني هل في مثلا دلوقتي في المحافظات أماكن موجودة لرفع الوعي فهمني أكتر اللي بيحصل طبعا دولة كل حالة بتشتغل يمكن في الفترة اللي هي الأخيرة يمكن يعني فعد فخمة الرئيس فعلا يعني اتعمل استراتيجية في 2015 للسكان اتعمل اللي هو مشروع التنمية الأسرة وده يعني تم إطلاقه بحضور فخمة الرئيس ده كله بيطلع وعي وبيعمل خطة استراتيجية للأمور بتشتغل وزارة الصحة وجمعات الأهلية وكل المجتمع كله بيشتغل على أنه يوفر خدمات للأسر أو للسيدات اللي في الماكن دي كلها هنا برضو الأسرة محتاجة أو السيدة محتاجة في مثلا وجه الإبلي محتاجة أن يكون فيه طبيبات موجودين هناك مش طبيب طبيبات موجودة تقدر تتابع معها الأمر وتقدر تستخدم مثلا تستخدم أسل تنظيم أو تستخدم استشارات طبية في هذا الأمر فده كله الوزارة الصحة والسكان والمجلس كوميلي السكان والسيدة المحافظين كل الجهات بيشتغلوا على هذا الجانب طبعا فيه خطة فعلا في الأمر احنا طبعا لما بنشوف بس بالدراسة والتتبع بنلاقي فعلا احنا عندنا الأوضاح فيه تحسن مش عايزين نقول لا فيه تحسن بس التحسن طفيف لا يتناسب مع ما يعني يتطلع له المجتمع ان يبقى فيه عندنا يعني شوية يعني انضباط في الفترة الحالية ديت شوية لكن احنا لما نقارب مع سنة اللي فاتت ومسنا مع السنة مثلا على السنوات من بعد 2014-2015 بدأ يكون فيه انخفاض لكن نسبة للانخفاض يعني بتتغير شوية كله انخفاض لكن بيختلف المحافظة لمحافظة فيه محافظات بتطبق فيه محافظات عندها وعي يعني عالي جدا جدا يعني المعدل فيها بقى المعدل زي المعدلات العالمية اللي هي مطلوبة في محافظات لسه يمكن بترجع برضو حركة للثقافة والفكر يعني مثلا الزكور أو يعني للعزوة يعني نفسنا في بعض المحافظات الحدودية أو المحافظات اللي هي يعني الصعيد تعتبر ده يعني نوع من أنواعي بيحتبروها أنها كأعزوة وهذا الأمر لكن مع مجهود الدولة والاستمرار في الأمر ده أكيد هيكون إن شاء الله فيه تحسن في هذا الاتجاه احنا بنرصد برضو يعني هل ده المولود الأول ولا التاني ولا التالت يعني أكيد الدولة لما بتقول فيه مولود جديد بتعرف لكن هل أنا كدولة بعرف أن حضرتك سجلت في المستشفى في الوران أنت جبت ولد أو بنت هل أنا بقى كدولة بعرف أن ده هل المولود الأول ولا التاني ولا التالت ولا الرابع لأن كل ما طبعا بيزيد الموضوع بيديه مؤشر خطر الأوحية طبعا يعني هو المنظومة بتتبع من خلال طبعا مكاتب الصحة لو تسجيل الموليد أو الوفيات بس لا لحضرك فيه الموليد طبعا بتسجله أنه لازم فيه القانون يقول أن الواحد لازم يسجل المولود بتاعه خلال 15 يوم والمنظومة هي بتتبع أن مجرد ما المولود بيتسجل مباشرة بيزر عندنا على الجهاز على الساعة السكنية المولود مجرد ما تسجل النهاردة بينضف مولود بيسمع في الساعة اللي بنشوفه أو في قعدة ساعة السكنية في الساعة والساعة دي موجودة برضو في عادة كبيرة من المحافظات يعني أو لو حالة وفية بتقل الساعة وبترجع الساعة لو حالة وفا فدي منظومة أولا يعني قوية جدا ودقيقة جدا في هذا الأمر بيكون موجودة عندنا في شهادة الميلاد يعني تم إضافة بند كده بنقول فيه هو ده المولود الأول ولا التاني ولا التالي بالإضافة أن كمان عندنا في الجهاز أنا بنعمل دراسات متخصصة منها مسحة صحة الأسرة اللي عملناها وتم الانتهاء منه وإحنا إن شاء الله في صدد إعلان نتاجه قريب جدا يعني يحلل أو بيشرح الموضوع الخاص بالإنجاب وتنظيم الأسرة وتفضلات الإنجاب والطفل الأول والتاني واتجاهات المرأة واتجاهات حتى الشباب اللي غير متزوجين نحو أيه العدد الأمثل للأسرة يعني لأطفال الموجودين وعملين تاني درسين كمان أن الأسرة اللي عندها طفل وعندها اتنين وعندها ثلاثة فده كله يعني إن شاء الله يبقى موجود في دراسة إن شاء الله يتمنشرها يعني أو إعلانها إن شاء الله في القريب العاجل طيب زي ما قال مصطفى عايزة عرف من حضرتك النص مليون دول أكترهم من أني موليد يعني من المولود الأول ولا التاني ولا التالت والرابع لأنه لو الأول ده طبيعي إنه اتنين لسا متجاوزين يخلفوا لكن تاني نفكر فيها التالت ورابع ده ده موضوع كبير يعني هل عندنا إحصائية بدأ؟ هل عندنا إحصائية بس إحنا حضرتك نتعرف فيه نقطة إن الموليد على مدار السنة على مدار السنة الـ 12 شهر بيختلفوا يعني فيه مواسم حتى للموليد يعني فيه شهور معينة الموليد بتزيد فيها وشهور معينة زي حركز الزواج كده تلاقي الزواج فيه شهور معينة مثلا في الصيف في إيه ورصبت بتزيد فعنا مثلا عندنا شهر زي يناير وفبراير ومارس ويونيا وسبتمبر دي شهور بيبقى الموليد فيها بسيطة وشهور التانية بيبقى موليد زيادة طبعا ده احنا بنرسوط من خلال سلاسل زمنية طويلة مش سنة اللي فاتت لأ يعني ده تجاهت الناس الموليد يعني الشهور الأكثر إنجابا الشهور الأكثر إنجابا بقى أنك تاخد مايو ناخد شهر سبعة وتمانية وتسعة وعشرة وإحداشر دي شهور أكثر إنجابا فبالتالي لما ناخد فترة معينة 500 ألف ما نستطيع أن نحكم عليها لأنها فترة لما نكمل السنة بالكامل لتنشر شهر نقدر بقى نفضل يعني نقدر ناخد السنة بالكامل نقدر نحلل يعني لازمان بقى المولود الأول والمولود التاني نقدر نطلع نتاك تفصيلية لكن اللي نقوله ده اللي هو بالشهور ده قبل انتهاء السنة يعني قبل ما نوصل لنهاية 22 بيبقى كلها بيانات يعني كنا بنحسبها بالشهور بتجو شهور تانية طبعا بتغير بتزود أو بتقلل فعشان كده ممكن ما بنعملش فوكس أو يعني تحليل متعمق على الفترات اللي هي بينية لو نص مليون ممكن على المليون نشتغل مثلا شوية ممكن ننزل يعني تحليل متعمق شوية لكن بيكون أفضل وأداء جدا لما ندخل فيه سنة بالكامل من يناير إلى إلى ديسمبر بيبقى التحليل يعني مقبول وواقعي ومقارنط يعني صحيحة في هذا الأمر ايه الإحصاءات الأكثر اللي فتت نظر حضرتك وخصوصا أنك يعني أعتقد أن لما بصت وتأملت كده الموضوع قلت لا احنا هنا لازم نعمل كده احنا هنا لازم نعمل كده بوجهة نظرك احنا مفروض نعمل ايه ولازم نعمل ايه ونقصنا ايه من خلال قراءاتك أكثر رقم لفت نظرك أفن والله يعني هو كلها لازم نشتغل يعني دولة كلها لازم تتكاتفها على الأمر ده احنا طبعا بنشوف الأرقام وحاجة بتلفت نظري شوية أن معظم الأسر الفقيرة هي اللي بتجيب إنجاب يعني بيبقى عندها موالد كتير ودي مشكلة يعني يعني لما بنرصد يعني مؤشرات الفقر بيقودوا يقولوا العيل بيجي برزقه اه وده طبعا يا ساق يعني ده كلام لكن طبعا كل أرسال بتاعت ربنا لكن فعلا الواحد لما بيعقلها ويفكر كويس جدا بالتالي لما بنشوف احنا حتى وبنحلل بنربة السكان وزيدة السكانية مع مؤشرات الفقر بنلاقي الناس اللي هما عندهم يعني اللي هما الأسرة بتتكوم من سبع أفراد فيما فوق بنلاقي نسبة الفقر فيها بتتعدى سبعين في المية يعني سبعين في المية من الأسرة دي كلها فقيرة طب لما نزل للأسرة اللي هي فيها ثلاثة أو أربع أفراد بتلاقي نسبة الفقر فيها سبع يعني يعني سبع في المية سبع في المية بس منها فبالتالي يعني الوعي بتاع الناس إن يعرف إن إن الأمر مرتبط مش بإنك تجيب موليد إنك إنت تجيب موليد تكون قادر على الإنفاق عليها قادر إنك إنت تحافظ على توفر لهم رعاية صحية جيدة قادر على إن توفر لهم حياة كريمة قادر على إن توفر لهم يعني رعاية تعليمية جيدة وبالتالي هنا لما بيكون طفل أو اتنين وتشتغل عليهم بهذا الأمر ممكن يبقى العائد منهم أو يمكن ينقلوا الأسرة من مستوى معيشة لمستوى معيشة تاني أفضل لكن لما بيكون الأسرة كبيرة فبالتالي توزيع التعليم وتوزيع الصحة والاهتمام وده كله الرعاية أقل فبالتالي بيانتج عنها أطفال أو أولاد لهم في المستوى التعليمي الجيد وبالتالي هيشتغل أعمال أقل الأعمال مثلا يعني أقل الأعمال لأنه ما تعلمش كويس صحيته للصحة كمان هو بعتبروهم برضو رأس مال خليني برضو من مشاهداتي هو يقول لك أنا حجيب 6-7 عشان لما أجي أشتغل مثلا في أرض وهو 6-7 دول أيادي معايا هو بالنسبة له عمالة شركة عمالة ده حقيقي وهو أنت جبت التوصيف الصح هو للأسف إنهم عمالة وعملت الأطفال طبعا يعني مفروض أن هي مجرمة قانون طبعا لكن هؤلاء برضو ده كلنا رجع للوعي يعني عندنا مشروع تنمية الأسرة ومشاريع كثير يعني واتنين كفاية وفيها هذه اللي عندنا المشاريع المشاريع دي كلها لما تشتغل على وعي الأسرة أصل الموضوع الموضوع اللي نجابه زيت الموليد هم مش موضوع بالعصى ويعني هو موضوع إقناع لكن إحنا بنحاول بس نوصل للمشاهدين أنه في الآخر نحتاجين وعي شوية لأنه زي ما قلت لحضرتك في الأول لأن العالم كله مش بس يعني على فكرة مش بس في مصر العالم كله دلوقتي داخل على مرحلة من يعني قلة في الموارد الموجودة على الأرض بسبب عدد زيادة السكان في العالم كله احنا داخلين دلوقتي على 8 مليار يمكن خليني أسأل حضرتك على جانب تاني يمكن يكون إيجابي شوية احنا شفنا كمان أنه في دلوقتي قلة في عدد الوفيات قل شوية عن الأول ده معناه أن الحملات زي 100 مليون صحة قدرت أن هي توصل هدفها اللي هي عايزة وقدرت أن نحن نحافظ دلوقتي على صحة المواطنين بدليل أنه عندنا يعني النسب قلت طيب هل ما حضرتك مثلا بيان دلوقتي بقد إيه قل أو يعني الزيادة السكانية وصاد النسب الوفيات لا حقيقا عندي طبعا أنا عندي طبعا الوفيات قلت بالنسبة 27% يعني عن يعني لو خدنا الفترة مثلا مع الفترة الأبل لا قل بحاول 27% 27% ده نجحني 100 مليون صحة وده أكيد ناتج يعني نتيجة المجهود الكبير جدا اللي معمول في يعني في الصحة والإتمام بال كل برامج الصحية كلها يعني اللي اتعاملت كلها الكشف المبكر و100 مليون صحة ده جهد حكومي ما نقدرش نقول أنه يعني جهد خاص أو جهد قطاع خاص ده جهد حكومي لا 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 يعني جهد جهد منظومة كاملة منظومة كاملة في الأمر كله يعني بيشتغل فيها لا فده مؤشر إيجابي جدا مؤشر التاني برضو اللي بنشوفه كمان أن توقع البقاء على قدر الحياة أصبح بالنسبة للمصرين من الأفضل يعني النهاردة بنتكلم على يعني توقع البقاء على قدر يعني الواحد ممكن يقعد قد إيه فلننا مثلا أن السيدات وصلت لحوالي 74 سنة ده بنسميه المتوسط فينا صبعا بتوقع ده أكثر من 100 وناس أقل لكن المتوسط ده اللي كان كنا بنتكلم قبل كده من فترات مثلا في 65 وكذا نهاردة بنتكلم على 74 يعني عربنا نضاهي دول يعني تقدمة جدا يمكن بالنسبة لرجال حوالي 70 فده من ضمن المؤشرات اللي هي يعني بتؤدي إلى تحسن المستوى الصحي في الخدمات بقى يمكن أنا بقول برضو يمكن للدولة معنا أقول الوعي 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 من خلال يعني الأئمة في المساجد يعني الكنائس المدارس المهد التعليمية لازم يعني كل برامج التعليمية المفروضة عندنا دي كل نوع لازم نشتغل عليها وفي مادة تعليمية موجودة في التعليم الابتدائي والإعدادي والسنوي وبذات التعليم اللي هو الفني لأن الفني ده بالذات بيخلص وبيشتغل وبيبص على طرور حاجة للزواج فلازم إزاي نأهله ونفهمه الأمر ونفهمه أهمية الأسرة الصغيرة يبقى عاملة إزاي فلازم يعني نشتغل على الجزء التعليمي في الجامعات كمان لازم يكون مثلا فيه فتاحيات فيه أنشطة توجه للطالبة والطالبات بالأسرة يعني الصغيرة وأهميتها وإزاي تبقى تفيد يعني يعني الاقتصاد والتحسن في التنماء الاقتصادية في البلد صحيح جزء لازم يعني نشتغل عليه يعني كوي يعني في الحقيقة إحنا بس حابين نوضح أن إحنا مش ضد الزواج ومش ضد الخلفة إحنا لكن ضد يعني الإفراط في حاجة زي دي لأنه ليهم مسؤولية كبيرة علينا طفلة لما بيتولد بيبقى محتاج تعليم كويس محتاج صحة كويسة محتاج بنية تحتية كويسة عشان نقدر أو الدولة تقدر أنها يتوفر لكل ده لازم يبقى فيه موارد كفاية موارد كفاية يعني عدد سكان وزيادة طبعية فإحنا مش ضد ده تماما لكن إحنا بنتمنى من المواطنين أنهم يفكروا مرة واثنين وثلاثة قبل بيبقى فيه تعداد كبير في عدد الخلفة لأن تاني حقهم علينا كبير كل الشكر لك الأستاذ عبد الحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصال على وجودك معنا على طبعا مشاركتك لنا لهذه المعلومات القائمة والمهمة جدا شكرا لحضرتكم شكرا لك يا فندم حتى لا يلتهم هذا التعداد السكاني معدلات التنمية نحن ننصح كل المشاهدين أنهم نشاهدوا كويس جدا القصة دي وتأثيرها على المدى الطويل بالنسبة لهم والنسبة لدي